اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى تطوير الصناعة الوطنية والعمل على توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الاسترادية بالجانب توفين ناعة وتنمية العنصر البشري وتتكامل اهداف المبادرة مع الاهداف الوطنية للدولة المصرية والتزامها الدولي وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام والابتكار في المجال الصناعي تمام رجعنا لكم مرة اخرى عزيزي المشاهدين شوفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة ويعني الحقيقة عدته منورنا ومشرفنا في ستوديو الاقتصاد والناس المهندس عمر فتحي الرئيس التنفيذي الاسبق لاتحاد الصناعات المصري والمفكر الاستراتيجي وخبير التنمية اهلا بحقيقة مهندس عمرك سعيد انا سعيد ان اكون مع حضرتك يا فندم الف الشرفين دايما بسعيد الله يخبرك لا يا فندم تحت امرك طب يعني قبل ما نخش في ايه ده والمبادرة الوطنية وكذا وسؤال دايما بسأله حاجة دايما في البداية يعني هل هل احنا بنعتبر دولة يمكن تصنفها كدولة صناعية ولا مازلنا مازال المشوار طويل قوي على ما نوصل لهذا المسمى تمام سؤال ممتاز لحقيقة احنا لو دايما الصناعة حدك لها قواعد تمام الاجتماعيك بيسز بتاعتها القواعد الاقتصادية بتاعتها اللي هي بتختص بسلسلة الامداد كلها من اول ما حضرتك اذا كان مثلا صناعة غزائية من اول ما بتقدر تعمل بتقدر تعمل تزرحها ثم محصول بتلمه ثم النقل ثم التغليف ثم كذا ثم الصناعات التحويلية اللي بتقوم عليها الى انتصل الى المستقل لو حلاك خدت القواعد الاقتصادية ايوة احنا دولة صناعية حقيقة ولكن احنا دولة صناعية يعني محتاجة جهد كبير جدا جدا عشان هذه القواعد الصناعية تتحول الى فعلا الى صناعة منافسة وتنافسية تقدر بيها حلقة تنافس ايه الحلقات المفقودة في السلسلة اللي حقيقة ذكرت لانه يعني حقيقة بتتكلم انه في بعض المواد الخام متوفرة وفي بعض الواضح انه في بعض العنصر البشري متوفر بعض المكانة موجودة فيه اسس يمكن ان يقام عليها صناعة قوية طبعا ايه اللي نقص يعني مثلا حددك عندك انت اتحاد الصناعات مسجل فيه مية واربعة الف شركة صناعية ده رقم كبير مش رقم سوائي هل يناسب عدد مصر لا يناسب لانه فيه برضو كم كبير جدا من الاقتصاد غير الرسمي فهم قطر خيرهم انهم قادرين ياخدوا مية واربعة الف ويندرجوا تحت الاقتصاد الرسمي هو الغير الرسمي ده فيه جزء منه كبير صناعي فيه جزء منه كبير جدا صناعي حضرتك بمتابة بساطة لو يعني حد نزل تمشى كده في مناطق الشعبية هيلاء الورش متجاورة 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 ورش في كل الحاجة موجودة فدي كلها موجودة وبقالها عمر فهي محتاجة الحقيقة ان ده دي شغلة الدولة يعني هي محتاجة من الحكومة ان هي حملية التحول من اقتصاد الرسمي فيه حاجات كتير الدولة عملتها زي مثلا القانون بتاع المشروعات الصغيرة ومتنهيات الصغر عشان يقدر ان هو يحفز الناس تدخل وانا بس اذا سمحت لي عايز اقول حاجة في الجزئية دي ان دايما تقدم الامم الامم بشكل عام المعادلة بتاعته فيها طرفين طرف الحكومي وطرف الشعب فاذا كنا احنا عايزين نتطور ونمو ونوطن الصناعة بتاعتنا اكتر من كده ونعمقها اكتر من كده ويبقى دخل بتاعنا ووضعنا الاقتصادي افضل لازم الشعب برضو الناس يكون عندهم دور وده طبيعي جدا احنا الحقيقة دور بتاعنا زي ما الحكومة عندها برضو ادوار جيدة وادوار لسه يعني ما قامتش بيها كما ياجب برضو الشعب عندنا في ادوار كتير جدا يا اما بيعملها غلط يا اما ما بيعملهاش كما ياجب طب حلها ايه دي يا فنم هل الوعي فقط التوعية فقط هي الحل ولا تهيئة مناخ افضل ايه ايه يعني اصل الحراك الشعبي ده حاجة دخلتنا في منطقة صعبة شوية صعب قوي على بالذات على المدى القصير واحنا مزنوين دلوقت الحقيقة يعني فهيه الادوات هو مجموعة من اللحظاتك قلتو اكتر ومنهم مسلا تطبيق القانون ضروري يكون في قانون ولازم يكون ملزم لازم يكون في حاجات امور كتير جدا يعني يعني حوافز لازم تكون موجودة ما فيش شك في كده بس حوافز تبقى معقولة ما تبقاش حوافز مطلقة يعني القانون بتاع مشروعات المتنيات السغر والصغيرة والمتوسطة باخد عليه انا يعني بشكل شخصي انه هو بيدي الحافز لانك تنتقل من الغير رسمي الى الرسمي مطلق قوي يعني انت فيه ناس بتشتغل تفيك فترة اعفاء كمان وما اللي فات فات مات اللي فات فات وحاجات كده مع ان اللي فات فيه بعض الورج دي حركة تون اوفر بتاعها او حجم الاعمال عاية السنوي اعلى من الشركات المدرجة الرسمية بكتير جدا جدا هل ده بسبب بس الدرائب والتأمينات وبس؟ اساسا بسبب الدرائب والتأمينات اساسا يعني دي جول شريحة كبيرة من الفرق في الارواح ده طبعا لان هو مش عايز يخش في المشاكل دي ومش عايز وهو كمان سلوكه زي ما قلت لحضارك فيه خلل يعني هو فكرة انه هو الحكومة الفلوس اللي بتاخدها دي بتاخدها مني ليه لأ لازم يفهم ان الحكومة بتاخد منك الفلوس دي عشان بتعلم ولادك وعشان كذا وكذا وكذا ساعدت انا جدا لما رئيس الوزراء من كام يوم طلع وقال حيبقى فيه سياسة درائبية واضحة المعالم جميل هتعلن فيه الفترة اللي جاية جميل هو خصصها او قال انه هي السبب فيه اللي منذة خمس سنين او عشر سنين مش هتذكر بسهو اعتقد الخمسة اي العشرة وده اللي يجب يكون هو بس يعني عمل تخصيص للعملية دي للاستثمار الدولي مباشر عشان يطمن المستثمر اوكي طبعا ده كويس ده كويس في حد ذاته وش رايح واحدة ما فيش اختلاف هي هي نفس الموضوع المفروض انه يكون فيه بعض الحوافز لو انت هيك عايز الاستثمار الدولي انه استثمار الدولي مباشر مستو مش فلوس فقط داخلها لا ايه تكنولوجيا هارج بتجيب تكنولوجيا في تكنولوجيا ترانسفير نقل تكنولوجيا ده مبلغ ده اصلا دي سلعة ان حضرتك بتجيبه بالمعرفة بتاعته وبالذات المعرفة الادارية النوهاو يعني المعرفة بتاعته دي مهمة جدا جدا صحيح من ضمن المعرفة المعرفة التسوقية على مصادق صحيح احنا عندنا دي ضعيفة قوي جدا صحيح هو لما بيجي بيقدر يجيب دمعة اه انا دايما احنا بنكلم لما بنكلم اجنابي مباشر بنكلم اجنابي مباشر ملتي ناشنلز براندز حاجات لها سوم عالمية اولا حاجات ممكن تنشأ في مصر مع شركات مع شركات هو الملتي ناشنلز او المتعددة الجنسية ليها ميزة والتاني له ميزة او اللي هو العادي اللي هو مش ملتي ناشنل مستثمر الاجنابي ده مهم وده مهم الملتي ناشنل اهميته في انه ان الشركات متعددة جنسية هي اللاعب الاساسي في تحديد الصناعات في العالم فهي اللي بتحدد لحضرتك ان انت في المكان ده او منطقة دي او الاخليم ده محتاج صناعات كذا 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 وفي المنطقة دي محتاج صناعات وبالتالي هي كمان بتحط التريد باترنز أو الأماط التجارية والنوجستية فأنت تستطيع أنك تستفيد جدا من المنطقة جدا موقع كبير وبالتالي أنا أتمنى أن يبقى في مؤتمر يدعو إلى الشركات المتحدة الجنسية ولما ييجوا شركات المتحدة الجنسية أنهم حيكسبوا من التعامل معنا يشاركوا المجتمع الصناعي المصري الخاص والحكومة تحت مظلة الحكومة بالتأكيد من هما يضعوا الاستراتيجية بتاعة الصناعة أو القطاعات الصناعية المختلفة فيقول أنا أقدر أنت لو عملت هنا كذا وعملت كذا وعملت كذا والصناعات فلانية فأنا أقدر أدخل معك كذا كذا وحستسمر معك أو أقدر أعملك ماركتينج وحقدر أعمل تسويق وقدر أعمل مبيعات وإلغة لأنه كسبان ويبقى حدك استفدت من الفكرة بتاعه ومن المعلومات بتاعته والمعرفة أنه يعمل معك الاستراتيجية ما تبقاش بتعمل الاستراتيجية جوه البيت وحبتت نفسك فيه خارطة بتاعه أو الطريقة التجارية بتاعه الممط هل لما بنعمل شركات مع سواء كان متعددة الجنسيات أو شركات مع مصانع من الخارج هل دي بتبقى مجهودات فردية من أصحاب الأعمال والرجال الصناعة هنا ولا بيبقى فيه شركات ما بين يعني الحكومة بتعمل كوسيط ما بيننا وما بين بعض الشركات الحقيقة ابدأ هي مبادرة الكويس فيها أو أوي يعني النقطة نقطة القوة من وجهة نظري فيها هي فلسفتها الفلسفة اللي هي بنية عليها اللي هي اللي هي عرفاء ده وان انا ازود الانتاج وعمل كله ده طبيعي خلاص عارفة وعمل تشغيل ومش هنعيده تاني إنما الأهم بقى إن هي فعلا اشتغلت بتشغل لها محور كده اسمه محور المشروعات الكبيرة أوكي الضخمة هو بيعمل ايه بقى أحدك؟ عايز يجيب الصناعات القائمة الكبيرة فعلا ويعمل نوع من أنواع الربط والدمج بينهم وبين بعض عشان يقولوا ايه اللي هو ناقصهم أوكي من الصناعات المغزية فيقوموا هما لأنهما أسهل في التعامل وأسهل في النفاذ إلى المستثمرين الأجانب فيبدأوا من خلال إبدأ يبدأوا هما بقى يجيبوا ويروجوا ويدخلوا مستثمرين الأجانب عشان يعملوا الصناعات المغزية اللي نعصاهم فهتفيدهم كلهم أوكي يعني دي شركات خارجية داخلية وهو في نفس الوقت كمان ممكن هما اللي يعملوها يعني هما منهم فيهم يعملوها الأهم من كده بقى حضرتك ده طبعا من الأهم ولكن وزيف الأهمية أنه هو بيعمل كده يقدر كمان يعمل أوتسورسنج يبدأ يعني يشغل تشغيل غير ورش أخرى أو يشغل بقى المتناهي الصغر والصغير والمطناصر ده ده الهدف هي دي اللي يمكن يعني آخذ على المبادرة إن هي ما بتكلمش فيها قوي هي دي فلسفة المبادرة هي شغالة كده فعلا أنا فكرة وهي من إمتى إيه يعني دي الفكرة اللي بدأت بيوجي فكرة يعني جديرة بالاحترام والتقدير الحقيقي جدا لها وقد تؤدي إيه لا نتائج محمودة يعني للغاية الحقيقي ماشي كويس على فكرة إيه إمتى إيه حكايتها بقى يعني هي دي مين صاحب دي مبادرة رئاسية أوكي وكان الهدف بتاعها كان نهاكت مستهدفة في الأول شباب اللي هوا برنامج رئاسي أوكي ولكن هي التسعت أكتب حلوة أحسن طيب وأحسن طبعا بكتير وكان الهدف برضو من ضمن الهدف اللي هي المبادرة بتاعت حياة كريمة أغلبها بتبقى متوسطة ومتناهية الصغر فهي المبادرة التسعت وكبرت في المحور بالذات اللي قلت لحضرتك عليه اللي هو يتعلق بالمشروعات الكبيرة وكانت النتيجة بتاعته أنه هم عملوا مجموعة من المشروعات في الفترة الأخيرة عدد لبأس منه من المشروعات بيه من المشروعات الحقيقة يعني مشروعات ضخمة أظن حوالي 64 مشروع صناعي وهم شغالين فيهم يعني بس فعالش مين اللي عملوا بقى يعني هالأ هي شركة ابدأ دي قيمة على شركة والشركة دي بتشتغل مع المستثمرين فهي شغالة مع تقريباً حاجة وثلاثين شركة مصرية خاص وده حاجة كويسة قوي وبتشتغل كمان مع عشرين شركة أجنبية فمجموعة بتوفق بقى بتوفق يام الخاص مع الخاص يام هي بتخش ابدأ بتخش شريكة معهم أو بتجيب مستثمرين أجانب أو مستثمرين مصريين في النهاية حضرتك عندك مجموعة من المشروعات ممتازة في حوالي 64 مشروعات سؤال مهانس عمر هل عشان أقوم باقتصاد قوي لدولة هل المشروعات العملاقة والمشروعات الكبيرة الصناعية هل تكفي ولا يجب أن يكون بالتوازي هناك تركيز زي ما حاجة كنت بتقول المحور الآخر لموضوع ابدأ التركيز على دعم المشروعات الصغيرة المتنهيات الصغر وربطها عشان تبقى منظومة حكومة منظومة منتظر ريتك حاجة تاريخية شوية متصدر تاريخية بتتعالك بمصر حلو جميل هو في دول بتقوم اقتصادها بيقوم على ما يسمى المشروعات المتنهيات الصغر ويسموها ريادة الأعمال تمام زي أمريكا حتى أمريكا يقولك أنها دولة زمان ونجحت فيه بس هم لهم ثقفتهم فده ينفع احنا عندنا في مصر حصلها مدارس يعني السؤال بتاع سيادتك سؤال مهم جدا لأنها مدارس مصر في وقت من الأوقات قبل 25 يناير انتهجت النهج بتاع أن المشروعات البخمة الأول وتقود لقاترة وتاخد وراها المشروعات الصغيرة من المعارضين لده صحيح بس ثابت أنه صح ثابت أنه صح لأنك لما بتاعتمد تعتمد على الصغير أو متناهي الصغر فقط أنه إحنا بظلنا موجود كبير جدا في الفترة الأخيرة في المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغر من خلال جهاز مشروعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسدة لكن أنا مش شايف ملهاش تأثير قوي على الاقتصاد ككل لا الاقتصاد جاء بيجي من الكبار في مصر فانتحرك الكبير ومن الكبير هو ياخد بيجي فده اتجاه أسلم من وجهة نظري ده وجهة نظري وأعتقد أن الشاهد بيقول كده الشوائد هل إحنا مازال عندنا اعتماد كبير على الاستراد في مدخلات الصناعة المصرية ولا مش في كل القطاعات لا طبعا عندنا مازال عندنا اعتماد كبير جدا على ويمكن هي زي ما قدتل هكي الفلسفة بتاعت ابدأ أنها بتحاول تعالج النقطة توقع وتعالج الموضوع وهي علاجها أحيانا احنا في مصر ما عندناش مواد خام كتير يعني ما عندناش مواد خام تقدر تتقوم صناعات كتيرة لكن تقدر حضرتك تستفيد من العلاقات الدولية بتاعتك والعلاقات الإقليمية بتاعتك فإنك أنت تحل المشكلة دي فتدخل شركاء معاك بالمادة وبالذات أفريقية عندنا عقول وعندنا موارد وعندنا مصادر وعندنا عقول عظيمة جدا ومصر مطلوبة الحقيقة ومصر بتقدر تعمل بتحدث فارق ده مش كلام إنشاء ده حقيقة ده واقع ده واقع الحقيقة هل احنا سوق مازلنا سوق كمصر بس لوحدها بعيدا عن المنطقة هل مازالت سوق جاذب وعنده قدرة شرائية جاذبة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا فيها طبعا عدد كبير مية وخمسة مية يعني عدد كبير بالإضافة لإن احنا مفتاح أفريقية مازلنا برضو إلى حد كبير يعني عندنا علاقات طيبة لدينا علاقات طيبة بالعالم العربي حوالينا عندنا قوة عاملة عندنا قوة عاملة ضخمة طبعا هوروبة عندها صناعة كبيرة جدا الصناعات اللي عندها مشكلة كبيرة إن هي ما بقتش فرتائل ما بقتش مش مجتمع يعني نسبة الوافيات اللي فيها مجتمع عجوز عجوز القوة العجوزة ما هي معروفة ده حيئا صحيح فبالتالي مع الوقت ما فيش أيدي عاملة ما فيش أيدي عاملة طبعا حباك عندك الأيدي العاملة بس ما تخش في مشروع تجاري تجاري مكسب يعني صدر بشر يعني عدرب مش هصدرهم ده هفضله عندي هنا ويدخل الجانب الأوروبي والشرق أوسطي دلوقتي ده شرق أوسط والدول العربية عندها صناعات كتير يعني صحيح كتير جدا يعني صحيح وده خطر علينا كمان يعني أننا محتاجين يعني عشان بس ريادة صحيح صحيح جدا يعني صحيح فنشوف الطلبات بتاعت الناس دول إيه عايزين مثلا في صناعة السيارات ألمانيا عايزة عدد معين فرنسا عايزة عدد معين ده كذا طب أوكي أنا حديكم سمع مدارس دول من بابهم الاصناعة دي حديكم الأربع مدارس دول حديكم الخمس مدارس دول ودخلين شراكة مع بعض أنا داخل بالطالب وده غالي طبعا غالي ده بشر ده أغلى حاجة ده أغلى حاجة وده اللي حيتعلم وده اللي حبيعه وبعد كده وده اللي حينخل المعلومات لنبعلي تاني الله ينورك ربي أولاده وهو وانا عندي وانا عندي عندي مئات المدارس صحيح برا عن مباني طب ما أنا هعملها وشطبها مجرد تشقيب بحيثنا هتبقى عم مستوى الدولي تمام تمام كده فده المدخل بتاعي ده الشراكة بتاعي ده النسبة بتاعي ده الحسة بتاعي هو بقى الحسة بتاعي تودخل المادة العلمية بالمناهج ويخش بالمدارسين بسوء وكمان دوسين بتاعي يعلم المدارسين أبقى تاخدونا بقى بناء صناعة بناء جيلة ولما يطلع الولاد يتوزعوا على الدول دي ده فلوس تبقى الفلوس بقى مربحة ومكسبة وانت حضرتك كمان السوق المحلي بتاعك كمان محتاج فهيبقى انت حاجة هتدي ده وده 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 وهيبقى مصدر العملة صعبة هيبقى عندهم مهارات عالية جدا مهارات مهنية وهيبقى عندهم جدارة نسميها جدارات مهنية عالية جدا هتبقى متساوية مع الجدارات المهنية بتاعة أوروبا فهيبقى انت حضرتك على اللونجران ده مية في مية ده مية في مية لانه هم هم قريدي عندهم صناعات كتير جدا بتهاجر بتهاجر للدول اللي زينا وزي الهند وزي البرازين ده انا يا فندم اقرب واحد ليهم صحيح على فكرة وعلى فكرة انا اقرب واحد ليهم وبرغم كل المشاكل اللي بتواجه الاوروبي في مصر انما بيظل برضو مصر بالنسبة له ليها حاجة مرسي يا مانس عمر معلش انا عزبتك معي انهارة طورك ممتع للغاية طبعا كعدتك ربنا خليك افهم طبعا يعني صديقي المشاهد المهندس عمر فتحي يعني اتكلم بمنتهى الامانة والشفافية حول الوضع فيما اتعلق سواء كان بالمجال الصناعي او طبعا بالمبادرة اللي لسه بدأته يعني حيبان طارحة ولكن يعني حقيقة مهندس عمر بيكلم عليها باجارية شديدة جدا لان فلسفة الفكرة جميلة وهيلة جدا وقد تؤدي على المدى البعيد الى الى يعني نتائج طيبة جدا مشوار طويل الحقيقة فيما اتعلق بالصناع مازال المشوار طويل اتفضل يا فانت الانتار ده انا قلت حيث ان عاملين عربعة وستين مشروع في منهم مشروع واحد في العالمين اللي هو السوداء اش السوداء اش ده لما يخلص المصنع بتاعه هيوفر لحضرتك الفطورة الاسترادية انا بدي حالك مثال واحد عربعة وستين مشروع هيوفر لك نصف مليار دولار في السنة اهو فهي مبادرة محترم اهو يعني اهو ده حاجة واحدة من مبادرة ايبا اللي كانت بحلقة عليها ولكن زي ما بقول المشوار موجود وفي امل ومصر فعلا عندها زي ما مهندس عمر كان بيكلم في البداية انها عندها كل المقاومات اللي تسمح لها انها تكون دولة صناعية قوية ذو شاء نشكره شكرا جزيلا لغاية مهندس عمر فتحي الرئيس آد تنفيذي الأسبق للتحاد الصناعات المصري والمفكر الاستراتيجي وخبير التنمية شكرك صديق المشاهد ان شاء الله نشوفها في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس